السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيب قلبي صباح الفل عليكم باذن الله النهاردة هنعمل وصفة بقى ولا كلمة احلى فطيرة ممكن تعمليها لبصوا لاول شهر واخر شهر يعني بصوا حاجة كده قطيرة مش مكلفة خالص مش هتكلفك حاجة خالص وهتشرفك لو انت عندك عزومة لو مثلا غدا اولادك مثلا اصحاب الاولاد جايين ممكن تعمليها بصوا القطعة منها الوحدة تكفي فرضي وطفيت كمان بسم الله ما شاء الله وكمان تعمها خطير جنين بصراحة كل اللي اكلها يعني حلف بتعمها الحلو سهلة وبسيطة وهشة كده زي ما انتم شايفين ومكوناتها كمان هتلاقيها في البيت يعني مش هتبقى صعبة قوي والتكلفة كمان هتبقى اقتصادية يعني الوصفة كده خطيرة كده وجميلة وتعمها حلو مش هتحتاج منك وقت كتير او كبير للتحضير وسهل اوي وطعمها ممنتاز خطيرة وتنفع كمان للعزومات تعالوا نشوف كده المقادير معايا تقريبا 600 جرام يعني اربع كبيات ونص من الدقيق معايا زرة كده من الملح نص معلقة كبيرة من الخميرة معلقة كبيرة من السكر نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر هقلب كده المقادير دي كل لها كده مع بعض كمية الدقيق اللي انا هعجينها دي دي هتكفي فطرتين كبار زي اللي انت شوفتهم دولي هامل واحدة النهاردة وهعين بقية العجينة في الفريزر وهقولكو ازاي دلوقتي واحنا بنشتغل يعني حاطيت كده نص كوباية من اللبن وممكن تستغني عن اللبن خالص بس انا بحب حط لبن قوي بيديني يعني هشاشة كده وطعم حلو قوي للعجين هكمل بقى عجن بالمية الدفية هتعجيني كويس المعجنات عموما او العجينة دي دي عموما هتعجينيها كويس قوي وفي نفس الوقت لازم العجينة تكون طرية معيك تخدميها كويس والعجينة تكون طرية عشان في النهاية يعني تديني نتيجة هشة جدا وتبقى طرية جدا بعد ايه بعد ما تستوي وتطلع من الفرن هعجينها كويس جدا جدا يعني يعني ممكن عشر دقايق كده عجن وفي النهاية خالص هجيب معلقة كبيرة كده من الزيت المعلقة دي معلقة غرف يعني هتستخدمي انتي معلقتين كبار من الزيت تلمي بهم العجينة كده تمام هتبدأ بقى تعجيني في المرحلة دي برضو تعجينيها كويس جدا وتلموا العجينة تلاحظ ان العجينة معي طرية بتلزق حاجة صغيرة بس ايه مخدومة كويس معايا هلمي بقى العجينة وهبدأ بص العجينة حلوة ازاي مخدومة كويس لكن ان هي طرية خطيرة هلمها كده وهغطيها باي ايه اي كيس نيلون عندك انا اغطيها بالبلاستي كريب عشان تحبس للحرارة جوه وتخمر في ثواني ما فيش تلت ساعة في الصيف هتلاقيها اختمرت معيك لو انت في الشتاء ممكن تحطيها على حمام بخار فهتخمر معيك في ثواني على بال ما تخمر بقى العجينة تعالوا نحضر كده بقى الحشوة الحشوات دي على حسب ما تحبي اي حشوة عندك انا معي هنا قطعة من الفراخ معي نص ايه نص معلقة كده من السمنة البلدي ومعي ايه فراخ كنتم قطعوها وحطاها في الفريزر كده هبدأ اني اشوح الفراخ الاول طريقة ان انا وانا بعمل الشاورمة اني اشوح الفراخ الاول الطريقة دي بتخلي الفراخ تنزل الميا كلها وتخليها كده زي ما انتم شايفين كل قطعة بقطعتها يعني لو انت شوحت البصل الاول وحطيت الفراخ هتلاقي الفراخ كلها ملمومة على بعض وملزوقة في بعض وتحسن انه هي قطعة واحدة لكن الطريقة دي بصراحة افضل حطينا البصل وبعد كده هنحط البهارات ملح وفلفل بودر بصل بودر بابريكا بهارات شاورمة لو انت مش عندك بهارات شاورمة سبعة بهارات او اي بهارات عندك انت بتحبيها وهنسيبها كده مع بعضها تتبل البصل مع الفراخ عشر دقايق او خمس دقايق عشر دقايق كده حسيت ان البصل دبل معايا كده مع الفراخ هاتي بقى الخضار بداعك وحطيه على الخلطة الحلوة دي معايا طماطم متأشارة ومتأطها قطعة صغيرة وفلفل الواد وحطي بقى زي ما تحطيه خلاص معايا الشاورمة بتاعت استاوت حركة بقى لطيفة كده صغيرة هتطلع لك طعم الشاورمة دي خطيرة قطعة من الفحم كده ماشي على نحطيها في طبق عشان برضو دي امان ما ينزلش اي حاجة فيه على الفراخ وضغطيها دي بقى هتخلي الشاورمة معايا كأنك شاوياها على الفحم خطيرة خطيرة العجينة معايا اختمرت زي ما انتم شايفين طالما حجمها زاد كده وانيجي نحط ادينا كده فيها العجينة ما ترجعش تاني نبقى نعرف ان هي كده اختمرت وبقت زي الفل هقسم العجينة دي اتنين هشتغل بنص بس والنص التاني هحطه في كيس تلاجة وهحطه في الفريزر اطلعه بعد يومين او تلاتة او حتى اسبوع هعمل بي كمان فطيرة زي دي خطيرة يا جماعة جربوها وان شاء الله هتعجبكم طبعا العجينة معايا طرية فايه انا فردتها كده حاجة بسيطة بايدي بس كده هتفرد معاكي بسواني وهبدأ اني احط الحشوة بتاعتي بقى ايه من خضار لشاورمة لمعلاقة كده من الصلصة الصلصة دي حلوة جدا حط عليها زرة من الزعتر هنبقى رأى طعمها حلو ميكس جبن حط خضار بقى زاتون وفلفل الالوان زي ما تحبي وبعد كده تلمي بقى كده العجينة معايا طرية فهتلزق على طول مش هتتعبك خالص وانتي بتجهزيه هنجيب كده نحطها في صنية الصنية دي تدهنيها بالزيت او باي مادة دهنية او ممكن تحط فيها يعني ورق زبدة بعد كده هنفردها وهي طبعا اول ما تفرديها كده الحشوة اللي جوة هتتفرد معاكي بالتساوي فيها بصوا يعني السمك بتاعها بيكون سمكها كبير سمك الفطيرة دي سمكها كبير يعني هنبدأ تحطي برضو على الوش كده معلقة من الصلصة معلقة من الفراخ فلفل الوان ميكس الجبن خضار بقى زي ما تحبي حابة تحطي طماطب مقطعة شرايح زي ما انتي عاوزة الحاجة اللي انتي بتحبيها والحاجة المتوفرة عندك في المطبخ استخدميها الحشوات دي بتبقى على حسب الرغبة هنحطها فرن سابق التسخين درجة الحرارة 230 هتفضل معايا من 20 ل 25 دقيقة بصوا هي سميكة وكمان هترتفع في الفرن بصوا ملت الصينية الصينية دي عالية بسم الله ما شاء الله بصوا الفطيرة معايا مرتفعة جدا تتأكدي قبل ما تطلعيها من الفرن ان هي استوت معاك كويس ودرجة الحرارة عالية لي عشان انا عاوز العجينة معايا تطلع هشة وتطلع طرية ما تنشفش معاك لو انتي دخلتيها على درجة حرارة منخفضة يعني مثلا مية وتسعين او متين هتطلع معاك طبعا هتاخد وقت اكتر للتسوية وهتطلع معاك انا عايزها طرية كده تمسكيها كده يعني ايه تكليها كده تحسنها بالدوب كده في بقك ورحتها كمان خطيرة بصراحة قلب المكان هنا عندي يعني كانت رهيبة بسم الله ما شاء الله كل اللي اكل منها يعني اعجب بها جدا بالذات الاطفال انا بحب بعمل المعجنات الحلوة دي بالذات لما فيه اطفال العيلة كده تتجمع عندي او اصحاب الاولاد تتجمع عندي او ممكن تعمليها لو في يوم مش عارفة تطبخي ايه وعندك اي حشوة مش لازم فراخ اي حشوات عندك عشان برضو ما طولش عليكم في الفيديو جربوها وان شاء الله هتعجبكم وشوفوا اهم حاجة درجات الحرارة والتخمير والحاجات اللي انا قلت عليها عشان تطلع طرية وهشة كده زي ما انتم شايفين وتاكلوها بالفة هانا وشفا حبيبتي في نهاية الفيديو مش عايزة طول كتير ولا تكلم جربوها وان شاء الله هتعجبكم شوفوا هي طرية وهشة وحلوة ازاي بصوا بقى لو عجبكم الفيديو ياريت تعمليلي لايك وياريت لو اول مرة تشوفي قناتي تشتركي وتفعالي الجرس عشان يوصلي كل جديد تكتبيلي كومنت جميل كده منك تكتبيلي رأيك ايه ولو اي سؤال برضو ان شاء الله اجوابكم عليه بالخدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي